السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالإخوة والأخوات في درس جديد من دروس معارف اللغة العربية درسنا اليوم موضوع الأفعال الصحيحة والمعتلة نحن نعلم أن الأفعال تقسم في اللغة العربية إلى عدة أقسام تقسم حسب زمن يعني حسب تصريف الزمن إلى فعل ماض نحو قولك رجع أو مضارع نحو يرجع ونرجع أو الأمر نحو يرجع كما يمكن أن نقسم الأفعال من حيث حاجتها إلى مفعول به فنقول هذا فعل لازم وهذا فعل متعد ففارح زيد هو فعل لازم لأنه لا يحتاج إلى مفعول به وحمل زيد متاعه هذا فعل يعني حمل هذا فعل متعد لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة كما تقسم أيضا الأفعال من حيث احتوائها على حروف العلة أو حروف صحيحة ونقسم هذه الأفعال إلى أفعال صحيحة تخلو من حروف العلة وأفعال معتلة يعني يكون أحد أحرفه أو أحد أحرف الفعلي أصلية حروف علة نحو قولك وضعنا ما قضى وقس على ذلك وهذا الأمر يعني هو موضوع حلقتنا اليوم يعني فمن خلال هذا الموضوع سنتعرف أولا معنى الفعل الصحيح وأقسامه يعني والفعل كذلك المعتل وأقسامه فإذا ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح كما ذكرنا هو فعل يعني تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة وحروف العلة كما ذكرنا هي حرف الألف والواو والياء وتجمع في كلمة واي ومثال ذلك قولك دخل فدخل لا تتضمن لا ألفا ولا واو ولا ياء لذلك سميناه فعلا صحيحا وكذلك رجع فهي لا تتضمن لا الألف ولا الواو ولا الياء فحروف وهي الراء والجيم والعين وبه فهو فعل صحيح وجمع نفس الأمر ثم سمع فيكلها أفعال صحيحة وينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقسام فعل صحيح سالم وفعل صحيح مضعف ثم فعل صحيح مهموز فالفعل الصحيح السالم هو الذي تخلو أصوله من الهمزة والتضعيف وحروف العلة وهي الألف والواو والياء إذن فهي تخلو من خمسة أشياء إذن هي الهمزة والتضعيف والواو والألف والياء نحو قولك راجع فراجع لا يتضمن لا همزة ولا يتضمن التضعيف ولا يتضمن الواو والألف والياء لذلك سميناه صحيح سالم انتقل فانتقل من المفروض أن نرجعه يعني لأصله فنقول هو نقل وبه فإن الهمزة والتضعيف هي حروف زائدة في الفعل فأصل الفعل نقل ونقل لا يتضمن لا همزة ولا تضعيف ولا حروف إلا لذلك سميناه فعلا صحيحا سالما أما القسم الثاني من الأفعال الصحيحة هو الفعل المضاعف وهو إما مضاعف ثلاثي تكون عينه ولامه من جنس واحد مثل قولك مد وأصل الفعل ماد والدال هنا جاءت في العين والدال الثانية جاءت في اللام لام الفعل وبه تم إضغامهما وتم يعني إضغامهما ظهرت التضعيف فقلنا مد ونفس الأمر بالنسبة المرة وعد ثم هناك المضاعف الرباعي الذي تكون فاؤه يعني أوله ولامه الأولى من جنس واحد نحو قولك زح زح واحد أن الزي الأولى يعني فاؤ الفعل هي نفس الحرفي في لام الأولى من الفعل ونفس الأمر بالنسبة الزلزل الزي الأولى هي نفسها في لام الأولى أو العين يعني اللام عين الفعلي هي نفسها في اللام الثانية لذلك نقول أن هذا الفعل هو فعل رباعي مضاعف أما القسم الثالث من الأفعال الصحيحة فهو الفعل المهموز وهو ما كان أحد أصوله همزة سواء جاءت في فاء الفعل نحو قولك أخذ لحظ الهمزة جاءت في فاء في أول الكلمة أو أول الفعل أو جاءت في عين الفعل نحو قولك السألة فالهمزة هنا جاءت في الوسط في عين الفعل أو جاءت في لام الفعل يعني في آخر الفعل نحو قولك مثلا ملأ أو قرأ أو قيس على ذلك جيد كتجميع نقول أن الفعل الصحيح الثلاثي أقسام هي سالم ومضاعف ومهموز وكتدريب نصنف الأفعال الآتية إلى صحيح سالم وصحيح مهموز وصحيح مضاعف حسب الجدول نبدأ بالفعل دأب نلاحظ أن دأب فهو يتضمن همزة في الوسط في عين الفعل فنقول أن دأب فعل صحيح مهموز امتلأ امتلأ لابد أن نرجعه للأصل وأصل الفعل هنا ملأ جاء على وزن افتعل بزيادة همزة الوصل والتاب وأصل الفعل كما ذكرنا هو ملأ لاحظ أن فعل ملأ تضمن الهمزة همزة القطع في آخر الفعل نقول أن هذا الفعل وفعل صحيح مهموز تجلجلة جاءت على وزن تفعلة نحدف تاء الزيادة فنحصل على فعل جلجلة وجلجلة هو فعل رباعي مضعف لماذا مضعف؟ لأن فاء الفعل الجيم ولامه الأولى الجيم يمن جنس واحد أو عينه ولامه الثانية من جنس الفعل وبه فنقول أن هذا الفعل هو فعل مضعف رباعي حضر أصل الفعل هو حضر وهو فعل صحيح سالم لماذا؟ لأنه لا يتضمن لا همزة ولا تضعيف ولا و ولا ألف ولا يع نقول أصل الفعل وليس المزيد فالمزيد في الفعل هو التضعيف لكن أصل الفعل هو حضر وليس حضر بالنسبة لفعل عد فهو فعل مضعف صحيح لماذا؟ لأن عينه ولامه من جنس واحد وأصل الفعل هو عدد استمع فهو فعل مزيد بالهمزة والتاء أصل الفعل وساميع وزاد فيه الهمزة الوصلي والتاء وساميع فهو فعل صحيح سالم لماذا؟ لأنه كما ذكرنا خلا من حروف علة والتضعيف والهمزة ذرأ ففعل ذرأ يتضمن الهمزة في آخره نقول أن هذا الفعل هو فعل صحيح مهموز ارتفع من فعل رفع وزادت فيه همزة الوصل والتاء ونقول أن رفع هو فعل صحيح سالم خلا من التضعيف والهمزة وحروف علة تآمر على وزن تفاعل وأصل الفعل أمر وأمر يعني تضمن الهمزة في أول يعني في فائل فعل نقول أن هذا الفعل هو فعل صحيح مهموز إن سد على وزن إن فعل فزيدت فيه همزة الوصل والنون وأصل الفعل هو سد هذا فعل صحيح مضاعف جيد ننتقل إلى الفعل المعتل ونقول أن الفعل المعتل هو فعل تحتوي إحدى حروفه الأصلية على حرف من حروف العلة هي الألف والواو أو اليا مثل وصل فوصل نلاحظ أن فعل وصل تضمن حرف العلة الواو في أوله وعاد هو فعل معتل لماذا؟ لأنه احتوى على الألف في وسطه وقضى نقول أنه فعل معتل لأنه احتوى على الألف في آخره ووعى هو فعل معتل لأنه تضمن حرف علة لي الواو في أوله والألف في آخره ثم شوا هو فعل كذلك معتل تضمن الواو في وسطه والألف في آخره كما ذكرنا قلنا أن الفعل الصحيح له أقسام ففعل كذلك المعتل يعني ينقسم إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ثم لفيف مقرون الفعل المثال وهو أول قسم من الأفعال المعتلة هو ما كان فاؤه يعني أوله حرف علة أي تضمن حرف علة في أوله أي ما بدأ بواو أو يا نحو قولك وقع أو وصل أو وضع أو وجد أو وعد أو ينع أو يبس أو يائس فهذه الأفعال كلها تضمنت إما واو أو ياء في أوله لذلك نقول هذا فعل معتل مثال جيد القسم الثاني وهو الأجوف وهو ما كانت عينه يعني وسطه حرف علة أي ما كان حرفه الثاني من حروفه الأصلية حرف علة نحو قولك نام فنا ما يتضمن حرف العلة لهو الألف وقال يتضمن كذلك حرف العلة في الوسط وباع وجاء وقس على ذلك أما الفعل الناقص وهو القسم الثالث من الأفعال المعتلة وما كانت لامه يعني آخره حرف علة أي أن الحرف الثالث من حروفه الأصلية يكون حرف علة نحو قولك قضى فكلمة قضى تتضمن ألفا حرف علة في آخر الفعل أو كقولك سعى أو مشى أو دعى إلى آخره فهذه الأفعال كلها تتضمن حرف علة في لام الفعل يعني في آخره لذلك سميناه فعلا معتلا ناقص ثم القسم الثالث من الأفعال المعتلة هو اللفيف المفروق ماذا نقصد باللفيف المفروق؟ هو ما كانت فاء يعني أوله ولامه يعني آخره حرف علة أي الحرف الأول والثالث منه حرفي علة يعني بجوج جو حرف علة لذلك سميناه مفروق يعني الحرف العلة لم يأتي بجانب حرف علة الثانية افترق ما الذي فرقهما هو فعل صحيح فرق حرف العلة لذلك سميناه لفيف مفروق مثل قولك وشا فوشا تتضمن حرف العلة في الأول وحرف العلة في الآخر حرف العلة الأول هو الوا والحرف العلة الآخر هو الألف والذي فرق بينهما هو حرف الشين وهو حرف يعني صحيح ثم القسم الخامس وهو اللفيف المقرون أي أن حرف العلة اقترنا جاء يعني جاء حرف العلة الأول بجانب حرف العلة الثاني وهو ما كانت عينه يعني الحرف الثاني ولامو الحرف الثالث حرف علة أي الثاني والثالث اقترنا نحو قولك طوا لاحظ طوا كلمة طوا فهي تتضمن حرف العلة في الوسط لهو الوا جاء بجنبه حرف علة لهو الألف لذلك سميناه لفيفا مقرونا كتجميع نقول أن الفعل المعتل خمسة أقسام مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ثم لفيف كتطبيق نحدد الأفعال المعتلة فيما يلي الفعل الأول وإهتدى ففعل إهتدى نحذف حروف الزيادة من فنحصل على فعل هذا وهذا يتضمن حرف العلة في آخره نقول أن هذا الفعل فعلا ناقسا لماذا؟ لأنه احتوى على حرف العلة في لام الفعل في آخره ثم فعل تقاضى أصل الفعله وقضى بحدف التاء والألف الزائدة قضى يتضمن على حرف علة في آخره نقول أن هذا الفعل فعلا معتلا ناقس اعتاد أصل الفعل عاد بحدف حروف زيادة لي الهمزة الوصل والتاء فعاد يتضمن حرف العلة لي الألف في وسطه نقول أن هذا الفعل فعلا معتلا أجوف لم يقي أصل الفعل هو وقا أصل الفعل وقا ويتضمن هذا الفعل حرف علة في أوله وفي آخره نقول أن هذا الفعل هو فعل معتل لفيف مفروق لأن القافة فرقت حرف العلة لي الواء والألف تواعد أصل الفعل وعد والحروف الزائدة فيه التاء والألف فواعد تضمن حرف العلة في أوله نقول أن هذا الفعل هو فعل معتل مثال لماذا؟ لأنه تضمن حرف الواوي في أوله ننتقل إلى التطبيق الثاني والمطلوب استخراج الأفعال ثم تضمينها في الجدول الصحيح منها والمعتل بأقسامه فالبيت الأول يقول كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء وللعويل فكفكف هو فعل رباعي مضاعف لماذا؟ لأن حرفه الأول ويعني لامه الأولى يعني فاء ولامه من جيس واحد فنقول أن هذا الفعل صحيح مضاعف ثم ينفعك جاءت من فعل نافع وهو خال من الهمز والتضعيف وحرف علة فنقول أن ينفعك وفعل صحيح سالم وانهر فأصل الفعل ناهض وهو خال من الهمز والتضعيف وحرف علة فهو فعل صحيح سالم ولا تشكو أصل الفعل شكا وشكا فهو فعل يتضمن حرف العلة في آخرين نقول أن هذا الفعل معتل ناقص ثم واسلك واسلك بهمتك السبيل ولا تقول كيف السبيل إذن واسلك من فعل سلكا وهو فعل خال من التضعيف وخال من الهمزة وخال كذلك من حرف علة نقول أنه فعل صحيح سالم ولا تقول أصل الفعل قال وفعل قال يتضمن حرف العلة في وسطه فنقول أنه قال فعل معتل أجوف ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل ضل فهو فعل مضعف صحيح لأنه تضمن عينه ولامه من جنس واحد ثم سعى فهو فعل كذلك تضمن حرف العلة في آخره فنقول أنه فعل معتل ناقص كتجميع نقول أن الفعل الصحيح أقسام سالم ككتب مضعف كمد وزلزل ومهموز كأخذ أما المعتل أقسامه خمسة مثال كوجد أجوف كقال ناقص كقضى ولفيف مفروق كواقى ولفيف مقرون كطوى نكون قد أنهينا حصةنا إلى لقاء قادم إن شاء الله شكرا شكرا